كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تمونية بمضبطات بلغت 184 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 143 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقضة البيع بأزياد من السعر الرسمي تم ضبط 41 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 733 قضية من بينها 78 قضية خبز ناقص الوزن و76 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 12 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر